تلات حاجات حصلوا خلال تقريباً النهاردة كام؟ النهاردة سبعة من يوم واحد فبراير لحد النهاردة عايز تحسبها ستة ولا سبعة؟ سبعة زي ما انت عايز ست ايام؟ ماشي سبعة ايام يا سيدي عايز تقول ايه خش في الموضوع؟ اقولك اجراءات قوية جداً مشددة جداً اتعاملت من الحكومة خلال السبعة ايام اللي فاتوا دول لضرب السوداء في مصر فتفرقعت اكبر فقاعة ولسه في فقاعات صغيرة كده نزلت موجودة قائمة اكبر فقاعة اللي هي فقاعة الـ 75 جنيه قدام الدولار الواحد فتهبد الدولار هبدت الـ 25 في المياه يبقى ده اول حاجة كده اول حاجة طيب ده اتبنى على ايه؟ اتبنى بالتأكيد على المفاوضات الاستثمارية المتعلقة برأس الحكمة اتبنى على المفاوضات التي باتت تقريباً معروفة لدى كل العالم مش لدى المصريين الخاصة به صندوق النقد وارتفاع حزمة الحزمة اللي بيقدمها الصندوق من 3 لحوالي 12 شاملة المؤسسات والجهات الشريكة والمعاونة شاملت القرارات وكل ده معلن على الويب سايتس او الموقع الرسمية بتاعت صندوق النقد والاتحاد الاوروبي وحزمة صندوق او حزمة اصلي الاتحاد الاوروبي فعندك كده 3 حاجات ضربوا اكبر فقاعة في سعر صرف الدولار امام العملة الوطنية من 75 يتهبد 25% في ضربة ادي واحد اتنين تيجي اوعى تفصل التلاتة عن بعض لهم التلاتة ماشيين خط وده سياسة مش بس اقتصاد تيجي الحكومة تعلن عن خطتها لترشيد الانفاق الحكومي وبالتالي الحكومة تقلل من حجم نفقاتها تقلل من حجم نفقاتها طيب والتقليل في حجم النفقات هيروح فين واكيد التقليل ده هيسمع في الموازنة يروح جيلنا او يعني فخامة الرئيس يفاجئنا مفاجأة صارة باكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخ البلاد على مستوى الرقم مبلغ وعلى مستوى الرقم نسبة مئة وين فانت عندك التلاتة تضرب الدولار ترشد الانفاق الحكومي ثم توجيهات الرئيس بهذه الحزمة الاكبر تاريخيا هل ده معناه ان انا عندي حكومة مش عارفة هي بتعمل ايه لا ايا كده حكومة عارفة بتعمل ايه طب هل ده معناه انها حكومة تتخذ كل القرارات السليمة لا مش بالضرورة خالص لازلنا نتوجه بنقد حتى اللحظ اللي أنا فيها دي بقول ايوا الحملات اللي بتقوم بيها حماية المستهلك اللي بتقوم بيها لجهزة الرقبية رائعة وعظيمة بس اللسه في اكتر اكتر كتير وبالمناسبة اليومين اللي جايين ومش معناه هنا اليومين يعني 48 ساعة لا الشهر القادم هو شهر مهم وفيصلي ومفصلي علشان لا تلتهم هذه الحزمة في جيوب التجار الجاشعين مش كل التجار او التجار الجاشعين مش محدش يجيز على نحن نرفض ان يقال على التجار انهم جاشعين لا لا فعندي شهر واربع خم لا دانا عندي كده لا مش شهر انا عايز الشهرين اللي جايين نار نار فانا اشوف كده تلت اجراءات وحتة الحتة دي مهمة اوي 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 اللي هي ايه تحركات الحكومة في الاسود حصل كده وعشرين بأمر الله سبحانه وتعالى هتبقى افضل سنة نتمم اتفاقاتنا ميت فل واربع تشر ونبقى تماما اه معلش قبل الفصل حاجة صغيرة كمان ايه هي مين اللي ربط مبين اجراءات الحمال الاجتماعية وان البنك المركزي هيعمل تعويم يعني ما كل هذه البلاها ايه العلاقة يعني هو اصلا مفيش اي ربط مفيش اي ربط لا ربط مالي ولا ربط اقتصادي ولا ربط نقلي ولا اي حاجة مش حاجة اسمها كده لا يوجد اي ربط او ارتباط من بعيد او قريب على الاطلاق وبعدين انا عندي سؤال مين اللي بيقول انه هيحصل تعويم وعارف يعني يعني مين الجمد قوي ده اللي عارف انه هيحصل تعويم في قاعد عمال بيكتب على فيسبوك ولا بيطلع في حتة هنا ولا حتة هناك ولا بتات فيش غير السلاسة الواقح اللي قاعد في لندن السلاسة الواقح دول اللي بيعودوا يطلقوا هذه الشائعات ويبدأوا ينزلوها في الفيديوهات بتاعتهم وفي برامجهم الواقحة اللي شباههم كده ويبدأوا يروجوها على السوشيال ميديا فلا تتبنى هذا الهراء ولازم تسأل نفسك سؤال هو مين العدل السوي اللي يفرح في مصيبة بلاده ما هو اللي يفرح في مصيبة يبقى ما يصحي شقول اللي يفرح للبلد أهلا وسهلا اللي يعمل تفاؤل أهلا وسهلا اشتركوا في القناة